الأفلام السينمائية مثلاً وحتى المسرحيات الكوميدية لماذا هناك أفلام سينمائية مميزة؟ ولماذا هناك مسرحيات كوميدية مميزة؟ لماذا؟ المشكلة في هزال الكثير من الأفلام وهزال الكثير من الأعمال الفنية ومن الأعمال المسرحية أين؟ في النص المكتوب حتى لو كان المخرج أفضل مخرج في العالم ولو كان الممثلون أفضل الممثلين في العالم ولو توفرت كل الإمكانات مع النص الرديء فإن المسرحية ستكون رديئة وكذا الحال مع الأفلام السينمائية كيف يكون النص رديئاً أو يكون النص قوياً متينة؟ ما هي الفكرة التي بني عليها هذا النص؟ هذا هو السبب ما هي الفكرة التي وضعت أساساً لكتابة النص المسرحي أو النص السينمائي؟ وهذا الأمر يجري أيضاً في الروايات الأدبية وهكذا في كل ما ينتجه الإنسان حتى في التكنولوجيا الاختراعات العظيمة أسست على فكرة عظيمة والاختراعات البائسة أسست على فكرة بائسة في كل تأريخ البشرية منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا القانون الأعلى القانون الأعلى في حياتنا هو قانون البداء إذا أردنا أن نعرف أسرار البداء التي ترتبط بحياتنا فإن النقطة الأولى التي سنبحث فيها نواياناً إنما الأعمال بالنيات ما هي النية فكرة؟ هي الفكرة التي يبنى عليها العمل هذه هي النية وإنما يخلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم بالفكرة التي عاشوا لأجلها ويخلد أهل النيران في النيران بنياتهم الإنسان يعيش خمسين سنة يعيش مئة من السنين ويموت لماذا يخلد في الجنان؟ ولماذا يخلد في النيران؟ لأنه لو خلد في الأرض لو خلد في الدنيا محب علي فكرته أن يبقى على حبه حتى لو خلد في الأرض ومبغض علي فكرته يبقى على بغض علي لو خلد في الأرض فخلد محب علي في الجنان بفكرته وخلد وخلد مبغض علي في النيران بفكرته وهذا هو معنى حب علي حسنة لا تضر معها سيئة إنها الفكرة الأصل التي تكون صحيحة تجتذب إليها كل صحيح ويتفرع منها كل صحيح والفكرة السيئة تجتذب إليها السيئات وتنتج السيئات إنني أتحدث هنا في أجواء العقيدة الدينية هذه حقائق وهذه سنن قانون البداء تتفعل نتائجه في حياتنا إبتداء من نوايانا بسبب نية ربما يتغير مصيرنا إذا كانت نية واضحة قاطعة إنها الفكرة التي نبني عليها كياننا ونؤسس في دائرتها شخصيتنا هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة قانون البداء قانون البداء يتحرك في اتجاهين هناك اتجاه التوفيق والخذلان إنني أتحدث عن حركته فيما يرتبط بحياتنا بحياتنا نحن البشر هناك قانون التوفيق والخذلان وهناك قانون الاستبدال قانون التوفيق والخذلان قانون التوفيق والخذلان تظهر نتائجه بالحال مع كل عمل مع كل نية العمل الحسن الذي يبتني على فكرة حسنة على نية حسنة بحسب قانون التوفيق والخذلان إما أن يقود الإنسان إلى عمل حسن آخر قد يكون مساوياً في الحسن له أو أن يكون في درجة أعلى أن تكون درجة حسنه أعلى أو أنه يمنع الإنسان من ارتكاب العمل السيء وهذا أعظم أثراً من أن يقوم الإنسان بعمل قد يكون أفضل من عمله الأول لكن الإمتناع عن العمل السيء آثاره أعظم لأننا لو جئنا بالعمل السيء فإن آثار العمل السيء ستكون وخيمة وقد لا يجد الإنسان فرصة للخلاص من آثار العمل السيء العمل الحسن يقود الإنسان إلى عمل حسن آخر قد يكون مساوياً في الحسن للعمل الأول وقد تكون درجة حسنه أعلى أو أن العمل الحسن أما يكون سبباً في توفيق الإنسان أن يمنع أن يُحجز عن العمل السيء أما إذا ارتكب الإنسان عملاً سيئاً مستنداً إلى فكرة سيئة وواضحة وقاطعة بالنسبة إليه فإن العمل السيء إما أن يقوده إلى عمل سيء مماثل أو إلى ما هو أسوأ من العمل الأول أو أن يمنعه من الإقدام على عمل حسن هذا هو قانون التوفيق والخذلان وهذا يتحرك معنا مع كل نفس من أنفاسنا هناك حساب دقيق مع كل نفس من أنفاسنا مع كل آن من آنات دقات قلوبنا هذا القانون شغال ليل نهار أكنا مستيقظين أم كنا نائمي أكنا منتبهين أم كنا غافلي أكنا متذكرين أم كنا ناسي أكنا عالمين أم كنا جاهلين أكنا على حكمة أم كنا على سفاهة هذا القانون شغال عمال يتواصل نشاطه دائما من دون توقف كل شيء يحسب بعض الأمور لا تدخل في هذا القانون برحمة إمام زماننا لأن الإمامة يسترها عن الملائكة الموكلين بتفعيل هذا القانون الإمام يسترها عنهم وهذا هو الستر الجميل للإمام المعصوم إنه يستر قبائحنا عن الملائكة المشرفين على تفعيل قانون التوفيق والخذلان وإلا وإلا إذا ما طبق هذا القانون بشكل كامل نهايتنا سوداء الويل لنا هناك مساحة يحجبها إمام زماننا عن ملائكة التوفيق والخذلان وفي بعض الأحيان هذا الحجب يدفع ملائكة التوفيق أن تقربنا من ساحة التوفيق هذا القانون الأول من القوانين المتفرعة عن قانون البداء إنه قانون التوفيق والخذلان هناك قانون آخر هو قانون الاستبدال وهذا القانون أخطر بكثير من القانون الأول وإن كانت نتائج قانون التوفيق والخذلان هي التي تتجمع شيئا فشيئا إلى أن تكون النتيجة أن هذا الإنسان على المستوى الفردي أو أن هذه الأمة على المستوى الجماعي أن الإنسان هذا يطبق في حقه قانون الاستبدال وهذه الأمة كذلك يطبق في حقها قانون الاستبدال فتارة الاستبدال يكون من خير إلى شر وتارة ما يكون من شر إلى خير لماذا يكون هذا؟ بسبب النقاط التي تتجمع من نتائج قانون التوفيق والخذلان ومن أين تأتي المادة التي تعتمد في قانون التوفيق والخذلان إنها النوايا النوايا لأن النوايا هي التي تحركنا إنما الأعمال بالنيات صحيح أن الملائكة ينظرون إلى أعمالنا ويسجلون أعمالنا لكن الأعمال تتجوهر وتتكون من مادة أصلية هي النوايا والنوايا هي الأفكار من هنا قلت لكم من أن الفكرة أساس النجاح والفشل من أن الفكرة أساس الخلود في الجنة وأساس الخلود في النار إلى هذا نظرة الأحاديث التي عندنا produits ويعطان بسبب أفضل، سبعين سنة 때는 أن priv deve لن احدثل من يحوص ثم أم أحوص سناء سناء رضيع أن يحوص أر Europeans عبادة ألف سنة بحسب مراتب الفكر وبحسب المستويات العقلية والقلبية للناس الناس تختلف مراتبهم العقلية ومنازلهم القلبية من هنا فإن الحساب في يوم القيامة وفقا لموازين الاختلاف هذا لموازين الاختلاف في العقول والقلوب ومن هنا فإن النواية تختلف أيضا وفقا لهذه الموازين الأجر سيختلف باختلاف النواية والنواية هي الأفكار ويا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة هذه المعرفة هي التي ستؤثر في قانون التوفيق والخذلان وهي هي التي ستظهر نتائج تطبيقاتها في قانون الاستبدال إذا أردنا أن ننظر إلى ماضي التاريخ فإن اليهود استبدلوا بالنصارى هذا موضوع مفصل لكنني سأضرب لكم أمثلة مقتضبة اليهود الذين فضلوا على سائر الأمام استبدلوا بعد ذلك حينما تغيرت أفكارهم وتبدلت نواياهم فاستبدلوا بالنصارى العرب الذين نشأ فيهم الإسلام استبدلوا بالعجم والمراد من العجم الشعوب الأخرى هذا المصطلح العجم قد يطلق على الفرس فقط ويطلق أيضا في أغلب الأحيان في النصوص الدينية وفي النصوص العربية يطلق على سائر الأمم الأخرى فالأكراد عجم والترك عجم والألمان عجم وهكذا العرب استبدلوا بالعجم والروايات تحدثت بشكل خاص عن الفرس لماذا؟ لأن شيعة العراق العرب استبدلوا بالشيعة الفرس مثلما استبدلت الكوفة بقم ومثلما تغيرت البوصلة المهدوية من مسجد السهلة إلى مسجد جمكران عبارة دقيقة أنا لم أقل من أن مسجد السهلة قد فقد منزلته وفقد فضله وإنما تحدثت عن البوصلة المهدوية عن علاقة الشيعة بهذا المسجد وعن الفيض الواصل إليهم من خلال هذا المسجد هذه البوصلة انتقلت إلى مسجد جمكران لماذا؟ لأن الكوفة استبدلت بقم وحينئذ من المنطقي أن البوصلة المهدوية ستتحول إلى مسجد جمكران وإمامنا أسس هذا المسجد في القرون المتقدمة من قرون غيبته الشريفة تمهيدا لهذا الأمر لأن الكوفة ستخضع لقانون الاستبدال الحكاية واضحة النجف لن تخرج منها راية هدى الراية الأهدى تأتي من اليمن والراية المهتدية تأتي من خراسان ما حدثتنا الروايات عن راية هدى تخرج من النجف إنما حدثتنا الروايات عن رايات ضلال تخرج من النجف في الكوفة لا يدرى أي من أي وحدثتنا عن مراجع النجف وكربلاء يجتمعون بقضهم وقضيضهم لمبايعة السفياني ومحاربة إمام زماننا هذا الذي حدثتنا عنه الروايات والأحاديث الشريفة قانون الاستبدال طبق على الواقع الشيعي وطبق على الواقع النجفي قانون الاستبدال يمكن أن يطبق في أية لحظة من اللحظات على فرد أو على مجموعة الأساس الفكر هذا موضوع معقد وواسع جدا ولأن ثقافة الشيعة أتحدث عن شيعة المرجعية الطوسية لأن ثقافتهم ثقافة خرائية إنها ثقافة المرجعية النجفية الكربلائية لأن ثقافة ثقافة خرائية فلم تثقف الشيعة على هذا الفهم وعلى هذا الفكر ولم يدرس هذه القواعد والسنن والقوانين لقد ثقفوا بالثقافة الأعرابية من هنا فإن أئمتنا كانوا يحذروننا من الثقافة الأعرابية لا تكونوا أعراباً لقد لقد تحولت الشيعة أتحدث عن شيعة مراجع النجف وكربلاء تحول إلى أمة أعرابية في فهمها للقرآن في عقائدها في فتاواها وفقهها في كل شأن من شؤونها وما هذه السفاهة التي تنتشر في أوساطنا وما هذا التخلف الذي يهيمن على عقولنا أتحدث عن الواقع الشيعي إلى أهثار لهذا المنهج الأعرابي الناصبي الضال الذي جاء به مراجع السقيفة بني طوس من السقيفة بني ساعد هذه هي الحقيقة من الآخر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر